موسيقى موسيقى اسمي سجا من سوريا مدينة حلب عمري 13 سنة بذكر سوريا قبل الحرب بيتنا كان طابقين كنت أطلع على الأسطوح ألعب بالمسكوليت أو بالسكوتر وقت عطل من المدرسة كانت أمي أن تأخذنا على الحديقة على حلب القديمة على القلعة يعني انبسط كتير وقت العطل تغيرت حياتي من بداية الحرب أنو لما طلعنا من بيتنا لما نبعدنا عن رفقاتنا وعن قريبيننا لكنا نحبون وغيرنا بيتنا بزحنا كتير أكتر من خمس مرات أكبر ما خوفي أنو أتبعد لحالي وبتذكر وأت إصابتي وبتذكر وأت أخوي كمان أستشهد وبزعل كتير وبخاف نفس الوقت رياضات المفضلة عندي هي الجنباز كرة القدم أتمنى أكون لما أكبر ندرب الجنباز بواجه صعوبات شوي يعني مو كتير بس بزل الله ما بصعب عليه شي بس يعني فيه بعض تقالات هوائية أنه أحب أنه أقلبه بس أنه هلا صار يصعب صار يصعب أنه ما بق معي توازن أكتر أمني عندي بالمستقبل أنه لما أحقق حلمي ولما أدخل بالألعاب الأولمبية يعني وأصير الشغلة بالمستقبل رغم كل الصعوبات ومسررة أني أروح المدرسة لأنني أريد أن أحقق حلمي أنا ويعني إذا لم أدرست كيف أحقق حلمي؟ رسالتي لأطفال العالم أنه يتابعوا دراستهم لأنني أحققوا حلمهم لأنني من من غير الدراسة أنه لم نحسن أن أحقق حلمنا ولم نحسن أن أحقق السلام ترجمة نانسي قنقر